اشتركوا في القناة والوزير السابق للشؤون الإسلامية والتعلم الأصل أبو بكر والأحمد إن العلماء الذين التقاهم الرئيس قبل أيام بخصوص قضية ولمخيطير رأوا أن إطلاق سراحه ينبغي أن يسبقه أمران أولهما صياغة بيان عام يبين مراحل التقاضي في القضية والحكم الشرعي فيها والثاني أن تكون هناك توبة معلنة وأضاف أول أحمد في حديث للصحابة صباح اليوم أن إطلاق سراحه ولمخيطير سيتم بمقتضى حكم القاضي لا بإرادة الرئيس ولا العلماء وصل ملك سواتيني ميسواتي الثالث مدينة وذيبو في إطار زيارته لموريتانيا التي بدأها يوم أمس وتستمر ثلاثة أيام وقد أجرى ميسواتي في مستهل زيارته لنواكشوت مباحثات مع الرئيس محمد العبد العزيز بمطار نواكشوت الدولي أم التونسي وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد سعيهما إلى تعزيزها في مختلف المجالات وكان الرئيس محمد العبد العزيز قد زار مملكة سواتيني شهر بريل الماضي كما سبق لملك سواتيني أنزار موريتانيا يوليو 2018 استقبل المترشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرام الدهعبيت في مقر حملته بنواكشوت الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدنا عالي المحمد خونة وقال بيرام في تصريح للصحافة على هامش اللقاء إنه طرحت رورة تنقية الأجواء من خلال إطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي أحمد للوديعة وتوقيف المتابعة القضائية ضد المعارضين في الخارج جانبنا خرق على الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدنا عالي المحمد خونة إنه استمع لطرح بيرام الدهعبيت في إطار ما سماه تطبيع العلاقة بين معارضة تنتقد وتقترح وأغلبية حاكمة وتقرر مضيفا أن الحكومة ستجيب على الوثيقة المرتقبة أن تتم صياغتها من طرف لجنة مشكلة على مستوى المترشحين المعارضين أمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة الرابعة نسرة إخبارية تمتم في أمان الله